السلام عليكم ورحمة الله سابق واشرحنا في الفيديو لفات المايكو كنترار واتكلمنا فيه عن مواصفاته وهو بيتكون من ايه واتفقنا في الاخر ان المايكو كنترار عبارة عن كمبيوتر سويا ان شاء الله في الفيديو ده هنشرح فيه الاردوين برد هنشرح فيه بردة الاردوين كهاردوير هنقول من مواصفاتها مكوناتها ووظيفة كل مكون فيها ايه نيجى دلوقتي للاردوين بتاعنا نيجى يا اقتر communicating اننا لانmmy الاردوين انو ده هنتكلم عنه في الفيديو النور وفي عندنا الاردوين ميجا الاردوينو نانو الاردوينو ميني واردوين الي Wahr ننجى الاردوين انو لانmmy كما احنا شايفين ده شكل الاردوين انو احنا قلنا ان الاردوينو عبارة عن ردة الكترونية كل وظيفتها بتسهيل التعامل مع الـ Micro Control دي برض الـ Arduino 1 إن شاء الله اللى هنتكلم عنه النهاردة نجي لأول حاجة فيها طبعا إحنا عارفين أنأ أهم حاجة في الـ Arduino أو فيداته In هو بيسهدي التعامل مع الـ Micro نحن عنديننا الـ Arduino 1 فيه اتنين مايكرو في عنديننا الـ AKMiga 328P ده طبعا الأساسي ده الـ Micro الاساسي الموجود في الـ Arduino ده اللى هو بتخزن عليه كود وبعمل بيه كنترول على الحاجة بتاعت سواء كنت LED موتور او اي حاجة تاني في عندي مايكرو تاني اسمه ايه فيه الاتميجة 16 ده فاديته ايه؟ ده فاديته ان هو بيحولي السيريال لـ USB يعني هو المسؤول عن وظيفة حرق الكود هو اللي بيحولي السيريال لـ USB لان انا عن طريق اعرف احرق الكود عن طريق الجاك او البرد بتاع الـ USB لو هو باز او احصل له حاجة وهنا احلق الكود بتراتها المختلفةode فيه بعد كده عندنا بين ناتy digital Только احنا قبل كده ان انا عندي الارديونو فيه بين semi, input output احنا عندي احنا ان اشتغال ناتي diggle ينفا ل � existedิndر ٩ وحيط لني front من زيالة الحد عث 4 بين weights في بعدها لدي ان جانب بها abreشرة تميلة اللي عندي بين الثلاثة وخمسة وستة وتسعة وقشة 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 دي بي النات BWM الـ BWM دي اختصار لكلمة بلس واتس وميدوليش اللي انا اعرف اتحكم في الواتس بتاع البلساية او الواتس بتاع السجنة اللي طالع من النات دي انا بستخدمه عشان اتحكم في الفرقوانسي بتاع الموتور اغير في الفرقوانسي ازاوت سرعيات وقال سرعيات وهكذا وده بتفيدني عشان بعد كده اعمل كنترول على موتور زي موتور السيرفو او موتور زي الستيربر بعد كده نيجي للانالوج احنا اتكلمنا قبل كده اللي انا عندي فيه الانالوج فيه ديشتال دي الانالوج بقى اللي انا اقدر احط فيه السنسورز اللي هي الانالوج بتاعتي سنسورز زي اه زي حساس ضرقة الحرارة فيه حساسات معينة للمسافات وكذا احنا قلنا فيه برضه على فكهة في الدجتال ينفع اراكب عليه سنسورز بس سنسورز يجي تعلهاolnست سنسورز Ideal يعنيه هو مش معنا ان هو يبقى Опضال pretty smart انا احط لدات وموتورز والكلام ده لا ان رفع احط عليها Smart بس يكون Sensor Digital اما بالنسبة الانالولوج لا انا بحط meist Sensor Analog بس لا توجد كم الكناتش inclusion زي الصوت دركه الرجال دي سنسورات بحطها ناحية الانالوج في عندنا كام واحد انالوج كام بين الانالوج في عندي ستة انالوج بنز اللي هو من E0 حد A5 بعد كده عندنا ايه عندنا ال USB جاك ده طبعا للناس كلها عالفان هو بيستخدم عشان اوصل ارديوني بتاعي باللابتوب او بالكمبيوتر واحرق بيكول عندنا كمان الكريستال اللي هي الكريستالة الكريستالة دي مقدارها 16 ميجا هرتز احنا عندنا لما انا باجي اشتغل عمتنا على الماكرو الروح ده بطاري عمله دايرة بيبقى لازم يبقى موجود فيها الكريستال كريستال دي مقدارها 16 ميجا هرتز عمتا هي وظيفتها ايه هي وظيفتها ان هي بتزود عملية بروسسنج او بتسرى عملية بروسسنج اللي هي عملية معالجة البيانات نيجي بعد كده احنا قلنا الى الفوق ده اسمه رسيب بوتون رسيب بوتون ده وظفت ايه ان هو بيعملي رسيت للكود او بيعمل رسيت للداير اللي ان لان شغال عليه يعني ان اندلوريتي افضل لان شغال لان شغال انا بقوله نول لد الاولانية وبعد كده شوية امشي نور لد تاني و هكذا اول ما تختاريسي البطن ده بيشتغلي على اول سطر في الكود اللي هو هينور للد الاولانية مثلا و هكذا و همشي بالتوالي كده بعد كده في عندي باور جيك ده لو انا عاوز اشغل الاردينو بتاعي عن طريق باور جيك باس لان انا ممكن احط لباور سبلاي او ادابتر او بطارية و هكذا لان خلاص اقب حلقت الكوب بتاعي و خلاص يعني هو الاردينو دلوقتي هيقدي وظيفته مش اكتر انه هيقدي الوظيفة بتاع الكود بحط له بس اي مصدر للطيار ايه باور سورس و خلاص بحطه في البرجيك في عندي عندي بعد كده فيه اي سي اس بي هيدرز دي وظيفته اي دي اختصال لانسيركت سيرير بروجرامر ده احنا قبل كده لما الاتميجة 16 دي مو كتبوز لقدر الله بوزت او مشاهم ينفع احرق الكوب باقي طريقة ثانية هيا دي الطريقة انا قدر احرق بها ليه اي سي اس بي هيدرز دي ينفع الكابلة لها بروجرامر للمايكرو كنترول بتاعي واحرق الكود عادي للمايكرو بتاعي من غير اي مشاكل نجي بعد كده ان نجي نقول ان الاردينو بتاعي فيه باور سبلاي داخلي فيه انترنر باور سبلاي زي ما احنا شايفين فيه عندنا الفي ان دي ممكن تبقى خارجة 9 بولت فيه عندنا جي اني دي جي اني دي اللي اتنين دول اختصار لكلمة جراوند اللي هو الاردي فيه بعد كده خمسة بولت اللي هو خارجي خمسة بولت فيه بعد كده خارجي 3 و 3 من 10 عندي الريسيت و هكذا يعني ده انترنر باور سبلاي اللي انا ينفع دلوقتي اركب باور سبلاي يعني انا كده عندي دايرة كاملة متكاملة و خلصة عادي و المشروع اكتا اشترك ده اختصار لكلام اللي احنا قلناه اللي انا عندي الارديونو فيه 14 بنت جيشتال و من هم 6 بي دبي ام اللي هو بلت سويد مليلاشن فيه بعد كده عندي 6 بنت فيه كريستالة 16 ميجا هرتز فيه طبعا يو اس بي فيه باور جاك فيه اي سي اس بي هيدر فيه ريسيب بطن و عندنا ملحوظة على المشي كده احنا عندنا برد اسمه arduino ono ono دي معناها واهب بالاطالي احنا عندنا زي ما احنا عارفين ان اصلا اساسه اطاليا كان مشهات خرب لناس اه في اطاليا فاحنا عندنا ono دي الركم واحد بالاطالي نجي دلوقتي نتكلم عن الجزء technical technical specification او المصافات الفنية بتاعت برد الاردوين ono احنا هنجيب كل معلمات بتاعتنا عن طريق موقع Arduino نشوف هنا في البردكتس وتشوف البردس بتاعتي اللي هم بيبيعوها ونجيب منها الاردون اونو لو ملاحظين في اكتر من نوع برد بيبيعوه فيه كتس كاملة كمان بتتباع التباع هي عبارة عن برد اردونو ومعها كذا ميديول تاني او معها الكمبونت تاني حاجات زي الكيباد في عندنا حاجات زي البروتوس ميديول مثلا وهكذا نشوف هنا الاردون اونو بتاعنا اهو بتباع هنا بسعر 22 يورو بس ده طبعا الاطالة الاصلة نشوف باع الموصفات الفنية في عندنا الماكرو كنترولر طبعا زي ما احنا قلنا اللي هو ايه ااتميجات 328 بي في عندنا الابريتنج فولتش 5 فولت يعني ايه الابريتنج فولتش 5 فولت يعني عندي الخارج بتاع البن او الاقصى دخل اقدر يدخل على البن بتاع الاردونو 5 فولت يعني من 0 حد 13 او الانالوج الى هنا A0 حد A5 الدخل بتاع او الخارج 5 فولت يعني هنا لو حطيت افو ميتر وقلت مثلا اديت هنا امره هاي او خليت الليد دي تشغل كاوبة وحطيت لنا اس اي الفولت الخارج بتاعها هتلاقي 5 فولت او ما يقارب ال5 فولت في عندنا الانبوت فولتش هنا فيه من 7 الى 12 يعني انا اقصى دخل ادخله الاردونو ادخله الاردونو يكون قمته 12 فولت يعني من 7 الى 12 فولت اقدر اشغل الاردونو بتاعي وما يحصلش اي مشكلة سواء عندي الفولتش رجليتر اللي هو اده او للميكرو كنترور ما يحصلهمش مشكلة فيه الليمت بتاعهم من 6 الى 20 فيه Digital Input Output Band 14 ان احنا فيه عندنا 14 بين Digital منهم 6 BWM زي ما احنا قلناك بيقولك هنا ان بنات ال BWM 6 بنات الانالوج 6 DC Current يعني DC Current بتاع البنات يعني DC Current الخارج الامبير فيه حاجة اسمها فرق الجهد اللي هو اللي احنا قلناه 5 فولت وفيه حاجة تانية اسمها شدة الطيار اللي هو الامبير اللي هو Current تمام؟ ده 20 ميلي امبير بيكون في حدوة 20 ميلي امبير تمام؟ يعني ما اقدرش اشغل بيه مثلا حاجات زي المواتير والشغلة باضطر استخدم ميديول او باضطر استخدم درايفر مخصوص لمواتير عشان اشتغل على المطور إنما هنا لو شغال البارسورس بتاعي 33 من 10 بيكون هنا عندي الامبير بتاعي الخارج 50 ميلي امبير بعدكد عندي الميموري بتاعتي بتباع 32 كيلو بايت ده الميموري اللي هي الخاصة بالإتميجة 328 بي وبقول لك ان فيه 5 من 10 كيلو بايت بيقولك بتستخدم من البوتلودر ايه البوتلودر ده؟ ده البوتلودر ده اللوه السوفتوير او نقدر نقول عليه الويندوز الخاص باردوينو يعني احنا عندنا حاجة زي الكمبيوتر مش هنا بنزله ويندوز عشان اعف اشتغل عليه حاجات مثلا زي بلنامج الكتابه الورد والأوفيس مثلا وشغل عليه برقامجو العلعب بتاعتي انا عندي كده ورد انا عندي لازم المايكرو ده يكون عليه بلاتفورما خاصة باردوينو او سوفتوير خاص بشركة اردوينو عشان اعرف ابرمجو بلغة اردوينو وعف اشغل عليه الكمبيلر بتاعه او اردوينو اي دي اي فهو اللازم عليه تكون عليه السوفتوير او الويندوز مثلا اللوه بتاع شركة اردوينو بعد كده نيجي لإيه؟ نيجي للسرام 2 كيلو بايت ده برضو الخاص بالأتميجة الـ E-Prom 1 كيلو ده برضو الخاص بالأتميجة زي ما احنا قلنا عندنا اكريستل 16 ميجا هرتز فيه عندنا الـ LED رقم 13 يعني عندنا الـ LED دي الـ LED دي بتاعتي الـ L loop دي خاصة برقم 13 يعني انا هنا لو ادي الكود للأردوينو ان هو ينوى الـ LED 13 اللي هو الـ pin الرقم 13 انا مش لازم احط LED عادي هو بيشغلي الـ LED رقم 13 دي اللي هي الـ LED ده لو انا عاوز اعمل كود مثلا او اعمل تسل برض الاردوينو بتاعتي كود شغالة او مش شغالة فيه كود اسمه بلانك كود بلانك ده خاص بالـ pin الرقم 13 بيشغلي على طول الـ LED دي او شغلي الـ LED دي بتعملي بلانك كده تقيد وتطفيل فيه عنده الطول والعرض والويت فيه عنده الوزن بتاع الـ Arduino Uno وحوالي 25 جرام بس دي يعتبر الموصفات الفنية بتاع الشركة الاردوينو بالنسبة الـ Arduino Uno فيه عندنا هنا حاجات بيتكلم لك شوية عن الاردوينو الكلام اللي احنا كنا قلينه قبل كده وهنا تكلم شوية عن الاردوينو ده الكلام ده هنشرح ان شاء الله بالفيديو اللي جاي فيه عندنا هنا تلكومنتيشن ايه تلكومنتيشن دي لعشان حاجة تباين الـ اللي فعلا الاردوينو ده حاجة open source فيه عندنا Eagle File يعني ده هنقدر يعني هنشوف كده ده المفهول انه هو هيديني الـ PCB الخاص ببورد الاردوينو نشوف كده هوا ده بيشتغل ببرنامج الـ Eagle احنا هنشغل برنامج الـ Eagle عندنا ونشوف كده اللي هو حطه نشوف الـ Schematic نشوف هنه ده موجود فتح لي فعلا الـ Schematic الخاص ببورد الاردوينو يعني هوا فعلا الشغل اللي عاملها اردوينو فتحها عادي اي واحد يقدر ياخد الـ Schematic ده ويعمل بورد خاصة بيه وفي عندنا هنا الـ PCB الخاص بيه ده الـ PCB الخاص ببورد الاردوينو اللي عامل لو اتكت هنه يشغلي الماسك هالبرد طبعا الـ Double Layer لو عملت هنه يشغل الماسك كامل هو فعلا يعني نقدر دلوقتي اخد الـ PCB وعمل بيه يعني حتى الاردوينو الصيني او الاردوينو الكلون هو بناء عن الـ PCB اللي شركة اردوينو منزلها وفي هنا حطه الـ Schematic الـ Schematic الـ Schematic الـ Schematic وفي هنا الـ هي حطه الأبعاد بتاعتها ها دي هنشوفك طبعا نتكلم شوية عن يعني احنا اللي معانا دي ليه version 3 هو تتكلم طبعا عن version 1 وكلم هنا عن version 2 وطبعا بيحط هنا الـ الـ الحاجات اللي احنا طبعا ننخطها بالاعتبار في الشغل مع الاردوين بس يعتبر دي اكتر الحاجات المؤمة في طبع الاردوينو وكده احنا عارفنا كمان ان هي حاجة open source واي حد يقدر يعملها عادي مع نفسه او ينتجها كمان يعني هي الشركة مش ممنع الشركة عادي تقولك ده حاجة open source انت عاوست تعمل بها اي حاجة عاوست تعملها كشيء التجاري عاوست تعملها لشيء عالمي وكده نكون انتهينا من شرح بوردر الاردوينو كهاردوير اتمنى الفيديو يكون عجبكم وان شاء الله الفيديو جاي نتكلم شوية عن اردوينو اي دي اي اي وباذن الله في الفيديوهات الجاي نبتدي نتكلم شوية عن ازاي نبتدي نكون كود وازاي نعمل دايرة وازاي نعمل ونتأكد فعلا ازاي كان الكوب بتاعي بيحق المرجو منه ولا لا ونبتدي فعلا بعد كده نشغل شغل هاردوير اتمنى الفيديو دا يكون عجبكم وان شاء الله الفيديوهات الجاي تعجبكم والسلام عليكم ونحبط له وبركاته